موسيقى استكمالاً لدور الهيئة العربية للتصنيع في مجال الخدمة المجتمعية وإدراكاً من الهيئة بمسؤوليتها الوطنية تجاه النمو بالصناعة الوطنية وتوفير أفضل العمالة المدربة عقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تخطيتها لتنفيذ البرنامج التدريبية الثاني لتأهيل العمالة الفنية لسوق العمل والمساهمة في حل المشاكل التي تواجه العمالة الفنية المصرية ولرفع كفاءتها وقيمتها التنفسية في الأسواق العربية بشرفنا النهاردة أعلن عن إطلاق المبادرة التانية لتأهيل العمالة الفنية لسوق العمل المصري هذه المبادرة بتأتي في إطار التزام الهيئة بدورها المجتمعي وتنمية المجتمع إحنا دي المبادرة التانية لتأهيل العمالة الفنية كنا عملنا مبادرة السنة اللي فاتت المبادرة دي في إطار الاحتفالات بحرب أكتوبر المجيدة بذكرى حرب أكتوبر المجيدة أعلننا إن الهيئة هتتحمل 80% من تكلفتها بنرحب بأي عدد ما فيش حاجة هيتكلفها المتدرب نتيجة التحاقق بهذه الدورة حتى الاستمرارات حيملها من على وسائل من النت يعني من الإنترنت في وسيلة مواصلات هتنقله من مصر الجديدة إلى رئيسة الهيئة ومكان التدريب في كيلو أربعة ونص كل المهمات اللازمة للتدريب ومهمات الأمن الصناعي حيث يتم صرفها ليه مجرد التحاقق والدورة في الأساس إن إحنا نوريهم الصورة الإيجابية للوطن قد إيه فيه جهات هذه الجهات بتعمل بصورة نظامية بصورة بتؤدي إلى تطور وتنمية المجتمع إحنا بناخد الدراسة بتاعته دي وبنأكد له عليها من خلال تدريب نظري بنراجع له للأساسيات النظرية بنديله الجديد في هذه الصناعة بنديله خبراتنا على مدار خمسين سنة في الشغلانة دي وفي المهنة دي ونجهزه إنه هو يبقى متميز جدا لما بيقدم إنه يلتحق بأي شركة أو بأي مصنع بعد الدورة اللي خدها دي شكله بتغير تماما لأنه بنضيف له إضافة متميزة جدا ترجمة نانسي قنقر